كمان يا أسامة أنه ده يعني يمكن الخطاب أو البيان يعني صدر قبل منه سبع بيانات وهنجيب لحضراتكم تواريخها ولكن طبعا الجديد في البيان اللي طبعا إرناه وشفناه على كل وسائل الإعلام أنه النادي الأهلي بيحط خريط طريق للجنة الحكام لأنه مرانوة تكرار النادي الأهلي طالب إصلاح المنظومة ككل ولكن لا جديد ولكن هنا النادي الأهلي الجديد في هذا البيان أنه حط خريط الطريق لحقيقة إزاي تقدر بحكم يعني خبرة النادي الأهلي الإدارية الكبيرة إزاي يتم إصلاح هذه المنظومة بالكامل في الآخر يكون فيها نفع لكل الفرق مش بس للنادي الأهلي يمكن أوسامة تطوير المنظومة يمكن كان أحد أهم نقاط البيان يعني لو استعرضناها نقطة نقطة تلاقي في بعض النقاط يمكن أولهم اقتراحات بيقدمها النادي الأهلي عشان يستطيع أو تستطيع لجنة الحكام أنها ترقى بمستوى الحكام أستاذي لك أسامة نستارد مع بعض البيان ونستارد مع بعض أهم النقاط تفضل أسامة تفضل أسامة نقاط